اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والده قاضيا شرعيا لمحكمة اجا فقد الحق ابنه بالازهر ولم يستمر فيه اكثر من خمس سنوات وعمل بدار الكتب التي جعل منها جامعة خاصة به ولانه كان يجيد العربية فقد عمل منصححا في جريدة الوادي ومن بعدها كوكب الشرق لتبدأ رحلة احترافه الصحفي والادبي عمل الشناوي ايضا في جريدة الاهرام كما كتب في اخر ساعة هو المصور والاثنين وترأس تحرير اخر ساعة عام 1943 وانتخب عضوا في مجلس النواب عام 1945 وهو العام الذي انتقل فيه للاخبار التي تركها ليرأس تحرير الجريدة المسائية التي صدرت عام 1949 وعاد الى الاهرام رئيسا لقسم الاخبار وفي عام 1955 صار رئيسا لتحرير الجمهورية ثم رئيسا لتحرير الاخبار الى ان توفي في الثلاثين من نوفمبر عام 1965 تركا وراءه نحو ثلاثة عشر كتابا كما تغنى بقصائده اشهر المطربين مثل نجاة الصغيرة وعبد الحليم وعبد الوهاب وفريد الاطرش اما عن مسيرة الشعر في حياته فبدأت وهو لم يزل طالبا في الازهر واكتشفه الشعر الابيض محمد الاسمر ابن ضمياط الذي كان صديقا لأحمد شوقي الذي اعجب بطريقة القائه للشعر فعهد اليه بالقاء قصائده في الندوات والاحتفاليات مع علي الجارم ومحمد توفيق دياب